اشتركوا في القناة لو انا محتاج ان انا اعطي نبزع بسطة جدا على التطبيق هو برنامج يستخدم لعقد الاجتماعات اونلاين وادارة وعقد الحصص الدراسية اونلاين بشكل كامل وبشكل احترافي كامل سيتم عقد التدريب عشان نكون فاهمين كويس جدا من خلال شبقية اول جزء هنشتغل عليه ازاي اكون احد الحضور الجزء ازاي التاني ازاي يكون محاضر احد الحضور يعني اعشان نكون فاهمين احد الحضور يعني انا مبعوط لرابط ازاي من خلال الرابط اقدر ادخل على الاجتماع او الحصص دي حاجة وازاي اتلافى المشاكل اللي ممكن تحصل اثناء حضوري للاجتماع او دخولي على الحصص يبقى ده الجزء الاول المهم جدا عشان نكون مقسميني البرنامج عشان نكون اللي يفهم البرنامج ده بيشتغل ازاي طيب الجزء التاني اللي فيه ما بعد هنشتغل عليه ازاي اعمل اجتماع او اعمل حصص ده ان شاء الله اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة بيحس البرنامج يكون ثلث وان شاء الله الامور هتكون بسيطة عندي مصطلحين لازم نكون نفرق بينها عندي مصطلح يعني ايه مصطلحين يعني حاجتين هنحتاجهم جدا وهنشوفهم جدا في برد طب يزوج حصد يعني مضيف بمعنى صح اللي هو مدير الاجتماع اللي عمل الاجتماع ده الهوست طيب بارتيسبانت معنى ايه؟ معنى هضيف او مشارك اللي هو بمعنى صح وباختصار شديد احد الحضور في الجزء الاول هنتكلم عن البرتيسبانت اللي هو احد الحضور انا دلوقتي راجل اتبعث لي رابط مش اتبعت لي انا بس ده اتبعت لغير كتير جدا خمسين ستين مية ميت مشارك اتبعت لهم الرابط فلازم عشان الامور تكون منضبطة والحصة او الاجتماع يكون منضبط لازم مجموعة من القيود من اللي بيفرضها الهوست هو اللي بيفرضها على المشاركين اللي هو المضيف بيفرضها على المشاركين عشان الاجتماع او الحصة سواء انا بعمل اجتماع رسمي او بعت الحصة صلو طلاب اونلاين لازم اكون عامل ضوابط عشان تحكم عملية المحادسة ما بين الاطراف ده اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه في الجزء الاول بمجرد ما بدخل على الرابط انا ببعثي دلوقتي رابط فبمجرد ما بضغط على الرابط وبقدر ادخل اعمل كونكت على الاجتماع بيظهر لشاشة زي الشاشة اللي قصدنا دي الشاشة اللي قصدنا دي ايه اللي همني انا كراجل منشارك في الاجتماع حكتين بس الصوت والفيديو لو انا كهوز سيب الصوت مفتوح للجميع فبالتالي الكل بيتكلم في اي وقت واعاوزه فبالتالي يحصل خلل في الاجتماع يحصل خلل فيين في الاجتماع مايبقاش اكتماع مايبقاش حصة لما سيب كل واحد بيتكلم في الوقت اللي وهو عاوزه انا الكراجل أنا المق recommblick اتحكم من اللي يبدأ في الكلام من اللي يبدأ في الكلام يعني ايه يعني بقصد بالكلام دي ايه نجدول الكلام ما بيننا ازاي طيب مفترض انا بقول بتكلم في حاجة معينة او بيدير الاجتماع مدير المدرسة بيدير الاجتماع مدير الاجتماع المدير المسؤول عن الاجتماع بيدير الاجتماع وبيتكلم في حاجة معينة طيب نفترض اللي انا عندي تعقيب التعقيب ده هو هشرحه ازاي او هقوله ازاي التعقيب اللي هيتقل ده هيتم ازاي انا عاوز ابين اللي انا عاوز اسأل سؤال ده اللي احنا بنعمله دلوقتي بس خلينا في واحدة واحدة. اول حاجة هنعملها. انا عند حاجة خاصة بالصوت. بص حضراتكم كده. هنا. هنا. بعمل ايه? ميوت. وان ميوت. انا عامل الاجتماع بحيس لما يبدأ في الاول يبقى دي عبارة عن ايه? ان ميوت. طب ميوت. لو عملتها ميوت عند الكل يبقى احنا هنوعد نتكلم وهنسمع بعضها والاجتماع هيبقى دوضاء. طيب. فانا بالتالي بعملها ان ميوت. ولما بطلق وفي نفس الوقت انا في جميل احوال انا ان ميوت يعني انا مش الصوت عندي مش مغلق. الصوت بيبقى مغلق عند المشارك بس. انما الهوست اللي هو موديل الاجتماع الصوت عنده شغال. فبالتالي انا بتحكم في بداية الاجتماع اللي انا بخلي الكل ميوت. طيب لو حد عاوز يتكلم لو انا طلبت مسلا نادية على حد معين. عاوز حد معين يقول اه رأيه في حاجة معينة. فبالتالي كل ما هنالك اللي هو امراج جايد عند الزر ده. والا امراج اتضغط عليه عند ايكونة الصوت. ويضغط عليها. هتتشال الخط الاحمر اللي عليها. يبقى هو كده مسموح له اللي هو اللي هو يتكلم. طيب لو انا عاوز كمان يشغل الفيديو. لو انا عاوز يشغل الفيديو امراج اضغط على ستارت فيديو. فبالتالي يقدر يشغل آآ الفيديو. الفيديو بتاعي. طيب. تمام آآ تمام يا جماعة? يبقى انا عند الوقت حاجتين. انا عند ميوت. الزرار ده. خاص. خاص. بالصوت. الزرار ده خاص. بالبيدي. طيب. الزر ده او الايكونة دي. والايكونة دي. خاصين بايه? الايكونة دي خاصة بالشير. الشير يعني ايه? انا عاوز ارفع ورقة عمل. انا عاوز ارفع اي حاجة. عاوز انا الوقت اشغل محتوى باوربوينت. والكل يشوفه. محتوى باوربوينت والكل يشوفه. عاوز اشغل فيديو. والكل يشوفه في نفس الوقت. هيكون عن طريق الشير. مجرد ما بدأت على الشير. بيظهرلي القائمة دي. القائمة دي لو في حاجة على لو في حاجة على لو في صورة عاوز اعرضها. لو في دوكيومنت عايز اعرضه زي يعني ايه؟ يعني ملاف 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 لو في رابط فيديو عاوز عرضه. والكل يدخل على ويشوف. كل دهوت موجود على ايه? على الشير. طيب. الايكونة اللي بعد كده اللي هي خاصة بالمشاركين. لما بضعت عليها. ايه اللي بيه ظهر هنا. زي ما حضركم شايفين كده. ظهر لي هنا بالمفروض يكون المشاركين في الاجتماع او في الحسن. طبعا انا عشان كهوست هنا مكتوب ايه? تلميط هوست. في المكان ده. فبالتالي الوحيد الاول ما الاجتماع بيشتغل بيكون المكتفون شغال هو الهوست. انما اللي هو المشارك اللي هو المشارك اللي هو المشارك مجرد ما حضرك بتشترك هتلاقى حضرتك كده الايه? اه اسم حضرتك بيظهر كارفاين. بعمل كلوس طبعا. يبقى ده. لحد الوقت ده ده دور اللي هو المشارك. اهم دور المشارك لازم يكون فهمه. اللي هو ازاي يتحكم في في الصوت. ده اهم شيء. واهم شيء لنجاح اي اجتماع ازاي انا كهوست ازاي اخلي اكون مسيطر على المشاركين او احد الحضور في ان هو مايشتغلش كتير على ايكونت الميوت. لو انا عايزه يتكلم ايكونت الميوت هنا مايكونش عليها شرطة حمره. طب لو عاوزه مايتكلمش بيكون عليها شرطة حمره. لو انا الوقت هنا ديت. وانا بتكلم. عاوزين حد معاين نتكلم. والكل سامع. انا عاوز تعمل مسلا نتكلم فبالتالي بضغط على الايكونة دي. هيتشال عليها الميوت. وده حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة للمشاركين. وبالنسبة لادارة الاجتماع في تطبيق زوم. نجي احنا بقى للجروز التاني اللي هو ازاي اعمل ميتنج. ازاي اعمل ميتنج. طيب. العمد في اعلى للنفذة بتاعت الزوم. اربع ايكونة. نيو ميتنج. والجوين. والتكيدول. والشير سكريم. الشغل كلها هيكون على نيو ميتنج. وهيكون على الايه? على الاسكيدول. لو انا عاوز اعمل اجتماع حالا بدون تخطيط. بدون تخطيط. وبدون اعداد. فلص انا عاوز اعمل اجتماع دلوقتي وحنا اعدم مع بعض. هدغط على ايه? هدغط على نيو ميتنج. بمجرد ما ضغطت على نيو ميتنج اعمل ايه? هنا اعمل الفيديو اون. يعني هو بشغل الفيديو. هنا اليوزر. اليوز بيرسونال ميتنج. يعني ايه? يعني اليوز بيرسونال ميتنج. لو انا فعلتها. انا فعلتها. الكود ده هقدر ادخل بالاجتماع. طب نرجع تاني. انا هدغط cancel. cancel. جيبنا الشاشة الرئاسية تاني. الشاشة الرئاسية فيه اربع ازر. اللي يحتاجهم جدا. طيب. لو انا عاوز ادخل على الاجتماع مباشرة بدون رابط. يبقى هدغط على مين? على كلمة جوين. ادغط على كلمة جوين كده. هنا طلب ايه? ميتنج اي دي. ميتنج اي دي اللي بقى مرايح كاتب مباشر وادو كوبي. وحطوا في الجوين بيست. او بكتب. طب هنا بكتب ايه? بكتب اسمي. يعني هنا ال اي دي. وهنا بكتب الاسم. وليكن تعمل مجد المرشدي اي اسم. وبعدين بضغط. بضغط جوين. الكلام ده في حالة لو انا ما بعدتش رابط. هو الرابط طبعا اسهل. انما في طريقة تانية اللي انا ممكن ادخل الاجتماع عن طريق. اه الاي دي. يبقى انا عندي طريق تاني لدخول اه الاجتماع. لاما عن طريق الاي دي. لاما عن طريق الرابط. انا هعمل يبقى احنا الوقت عارفنا جوين بتعمل ايه? قبلتنا في الطريق. وعارفنا جوين دي اتو وظيفة ايه? ندخل على تاني. الها دي. جاب للشاشة الرئيسية. اي انا عاوز الفيديو بتاعي الصورة التي بقى شغالة. اي دي. طبعا ممكن افعلها وممكن ما افعلهاش. زي ما انا عاوز. لو انا هبعت رابط خلاص. مش هبعت رابط يبقى انا عندي الايه? الاي دي. وبعد كده اهم راح ضغط على ستارت ستارت ميتينج. بيبقى كده انا عملت ايه? انا بالشكل ده عملت اجتماع مفاجئ. انا كده عملت اجتماع مفاجئ. انا دلوقتي احنا عاوزين نعمل اجتماع في الوقت الحالي. مش هنعمل اجتماع بدون اه بدون تخطيط. نفس الطريقة هيجيلي. علامة الصوت. علامة الفيديو. علامة. اه شير. بارتسيبانت. اللي هم المشاركين. وايكونت المو. وهنعرف بالزبط كل واحدة وظيفتها احنا عرفنا خلاص الصوت. عرفنا الفيديو. عرفنا الشير. وهنعمل التطبيق. دلوقتي. الوقتي هنعمل ايه? هندخل مسلا على المشاركين. لاحظوا كده. انا الوقتي راجل مدير. انا الهوست. اسمي اهو. انا عايز ابعت رابط عشان الناس تخش. على الاجتماع. عندي طريقتي. في طريقة بعد ما اتقل. انا دخلت فين تاني? اعمل. انا خلاص عرفنا دي اللي دي الصوت. وده الفيديو. وده الشير. وهنطبق عليه دلوقتي. البرتسيبانت. اضغط عليها. اضغط على انفايت. جاب للقايمة دي. هنا هامراه هعمل ايه? عاوز دلوقتي ان انا اعمل بعد ما اعملت ضغط على انفايت. عاوز اعرض الرابط. وابعته للناس اللي هم هيتكلوا على الاجتماع. فبالتالي بضغط على ايه? كوبي انفايت لينك. كوبي انفايت لينك. ضغط على كوبي انفايت لينك. فهو خدلي نسخة من الايه? خدلي نسخة من الرابط. خدلي نسخة من مين? خدلي نسخة من الرابط. بعد كده يعني ايه خد? لما خدلي النسخة من الرابط هيعمل بيه? خده هو اتخد انه اتخد كوبي هتروح للواتساب. او على الفيسبوك او اي حاجة. وهتعمله بيست وتبعته للناس. فبالتالي من خلال الرابط ده. اللي انا اخدته من هنا. اللي انا اخدته من هنا. هبدأ ابعته للناس. فبالتالي المشاركين هيدغطوا عليه ويدخلوا مباشر على على الاجتماع. طيب. انا كهوست. اول ما بدخل بعمل ايه? بقوا معامل ميوت اول. يعني شوفوا كده لما بعمل ميوت اول. اه. بصوا يا جماعة. انا بعمل ميوت اول. بحيث اول ما ندخل على الاجتماع. بضغط عليها. بخلي الناس كلها الميكروفون عندهم ايه? مقفول. طيب. في علامة صح. علامة الصح بيقول لقلاو. يعني انا بسمح لهم ان هم. انا هم اول ما الاجتماع بيبدأ بيكون الصوت مقفول. بس محلوم اللي ممكن اي حد يعمل ايه? ممكن يفتح الميكروفون. طيب لو انا علمت علامة صح. يبقى اخلى اي حد بعد شوية يفتح الميكروفون وتكلم. طب لو انا مش عاوز اي حد يتكلم اللي ما انا اسمح له. بس. يبقى هافضل سايب علامة. هشيل علامة الصح. بقى في الحالة ده هشيل علامة الصح. وقوم عامل ميوت. ميوت اول. يبقى انا كده ايه اللي انا عملته? كل اللي انا عملته ان اول ما الاجتماع يبدأ والناس تدخل على الاجتماع او الطلاب عندي يدخل على الحصة. الكل هيبقى عنده. المايك. المايك مغلق. المايك ايه? المايك مغلق. تمام? فبالتالي بعملها منين? انا جبتها ازاي الاول? اول. بارتسبا. وبقى امراها ضغط على ميوت اول. وبعد كده باضغط بشيل. لو انا عاوزهم بعد شوية يفتحوا المايك بفعلها. لو انا خلاف كده بقى امراها اقافل الايه? بقى امراها اشياء العلامة الصح. وبقى امراها عامل ميوت. ميوت. بقى امراها عامل ميوت. طيب. دلوقتي احنا اخدنا اتعرفنا على ايه الحاجات اللي احنا اتعرفنا عليها. احنا اتعرفنا على الصوت. ايكونت الصوت. وايكونت. الفيديو طيب. ومور قلنا بيكون فيها ايه? يعني مور لما بيكون فيها في حاجة اسمها خاصة بالسيكوريتي في حاجة اسمها خاصة بالشات في حاجة اسمها ميت سيتينج. ميت آآ ميتينج سيتينج. طيب لو انا دخلت على مور اضغط عليها. ايه اللي بيظهر لي? حاجة اسمها ديسكوريتي عشان اقفل الصوت. طيب حاجة اسمها السيكوريتي. ايه السيكوريتي? الكلام ده ما بيظهر ليش قال لنا كهوست. سيكوريتي بضغط عليها. لو انت عاوزتي في الاجتماع اه. في حاجة مهمة جدا. انا كهوست. ويتنج روم. ويتنج روم هنا. هي كانت مفاعلة. يعني ايه ويتنج روم? ويتنج روم. انا الوقت الاجتماع الساعة سبعة. فبالتالي انا دخلت. كهوست. والناس بعد كده. بدأ يدخلوا على الاجتماع. بيدخلوا مباشرة بدون ما ياخدوا اذن. بدون ما ياخدوا اذن. بس طالما اللوك ميتنج مفاعلة يبقى هنا معناه اللوك ميتنج. اللوك ميتنج. ده بالنسبة للويتنج روم. ده بالنسبة. لويتنج الويتنج روم. م ليش دعا باللوك. اللوك دي. دي. اعمل ايش دعو بيها. كده كده بتبقى مفولة. انما الويتنج روم لو فعالة يبقى محدش هدخل لما اضغط على زر ادمت. طيب انا كده مش هفعل. بحيس اللي يجي الاجتماع بيدخل في اي. في اي وقت. اه شات وز اه افر وان ستارت فيديو رينيم انميوت. ده الحاجات اللي اتهميني جدا في هي. نطلع منها كده. ندخل تاني. خلصنا ندخل عشان. انا اوزينا نتكلم مع بعض. فهنا مجرد كلام هم اي المسلا. السلام عليكم. وبيظهر للجميع. ده بالنسبة. للشات. ندخل على المور تاني. عند حاجة اسمها ميت سيتنج. اه ميت سيتنج. اه ميت انج توبك. ميت انج توبك يعني بعد. يعني اسم الاجتماع. يعني مسلا انه مكتوب هنا تعمل المجد المرشد. طبعا مش عاجة تعمل المجد المرشد مسلا. يعني تاني. يعني هنا. اضغط على الاكس واسميه مسلا اجتماع. السانوية. بني. وقم عامل. التنفيذ. فبالتالي. الميت انج توبك. اللي هو يعني يعني توبك يعني اسم الاجتماع تقريبا. هيكون اجتماع السانوية بني. الرابط هيكون مكتوب في اجتماع السانوية بني. طيب. هنا بيقول ايه نفس الكلام. حاجة تانية. يعني ايه? يعني بيقول لك اول ما يبدأ الاجتماع. ايه في الصوت? من حقاك تشغل او تفصل نفس اللي احنا قلنا منه شوية. فبالتالي اول ما يشتغل الاجتماع اه ايضا انا عاوزه الصوت يبقى مقفول. طيب. يبقى احنا دلحد دلوقتي. خلصنا كام علامة تبويب. خدنا الميوت. او الميوت. خدنا فيديو. خدنا. وخدنا ازاي زبط الاعدادات بتاعتي من المو. طيب نيجي الحاجة مهمة جدا اللي هي الشير. انا دلوقتي انا رجل بقدم حص. عاوز اعرض اي ملف. نتجرب سوى كده هضغط على شير. وليقنا على الدوكومنت. واستند. اه فبالتالي هدخل على الجهاز. ادور على اي حاجة. عندي. مسلا. وليكن الاسطورة دي. اضغط عليها كده. يفتح الملف بل اف وليكن الجزء. الاول. اخترت مسلا ملف بل اف معين وبقى او ما راح ضغط على زر شير. ايه اللي بيحصل? اولوقتي عمالي يعمل ايه? هو الوقتي عرض لي الملف شير للملف للناس اللي انا للطلب اللي انا هاشرح عليه. لو في اجتماع ولا حاجة وفي مستندات هامة عاوز اطلع الجميع عليها فبالتالي بورها لهم. وبالتالي بقدر ان انا اعمل ايه? بقدر ان انا اغير زي ما انا بعمل كده. طب هو انا ممكن اكتب عليه اه في الايكونة دي. اضغط عليه. وابدأ ان انا اعمل ايه? اللون واليكون. اه البن. واكتب زي ما انا عايز. ماشي. بقول له دزبوت لا يدخد بالك من الحتة دي مهمة جدا. اه اعاوز ايرزل حاجة معينة. خلاص. يبقى البن. الزبوت لايت. البن ده. اه الزبوت لايت. يعني نقطة انا حطها بقول له خد بالك من النقطة دي. النقطة دي مهمة جدا. باسمها الزبوت لايت. كانها يعني معنا صح. الزبوت لايت اه لو حاجة معينة. اه لو انا عاوز اشتغل بالالام اكتب مهمة. خلاص. كأنها عبارة عن صبورة قصادي. طب وده لو انا عاوز امسح امسح شيء. خلاص. وفي النهاية لو انا عاوز سايفة بضغط على سيب. يبقى انا هستخدم الزبوت لايت. الزبوت لايت ده بيعملوا نقطة. ماط. خد بالك. خد بالك من من حاجة معينة دي مهمة. سبوت لايت حتى تسبوت عليه. اه لو انا عاوز اكتب من هنا. الهاي لايت من هنا. طبعا الكلر اختار اللون اللي انا عاوز اكتب بيه. الاريز اللي هو لو انا عاوز امسح عاجة اه اتعملت. ده بالنسبة للايه? ده بالنسبة ايه? ايه الشير. ده بالنسبة للشير. يبقى انا دلوقتي عملت ايه? انا دلوقتي عملت شير. طبعا انا خلصت. عاوز افتح حاجة تانية. عاوز افتح حاجة تانية. هاتغط ستوب شير. يبقى انا خلصت اهوة. عاوز اقفل الكلام ده اوة. بقى عمل ايه? ستوب شير. خلصت. اضغط على ستوب شير. فبالتالي بيطلعني للصفحة الرأسية. اضغط على شير تاني. وانا اقرب نفتح حاجة تانية. ايه مسلا ايه دوكومنت ايه ديفايس. امتحان شير. ابدأ اعمل يا باشا شرحك للطلبة. وحل المسائل بتاعتك. وبعد ما تخلصت ام راح ضغط ايه? ستوب شير. يبقى احنا كده اخدنا الصوت. اخدنا الفيديو. اخدنا الشير الشير بيعملي ازاي ادير حصة باحترافية. وازاي اقدر اتحكم في المشاركين او الحضور اللي موجودين على اللي موجودين في الاجتماع او في الحصة الادراسية. طيب في حاجة مهمة احنا عاوزين نتفق عليها. احنا اقول لا اول ما نفتح التطبيق زوم. الوجهة الرئاسية. اي حاجة اي تابوب. احنا اقول لا فيه اربع تابوبات. اللي هي النيو ميتنج. والجوين. والشير. واخر حاجة اللي هي الاسكادول. فيهم اربعة. اي حاجة بفتحها من الاربع دولار هتظهر نفس نفس الشاشة اللي حضراتكم شايفين. طيب خلاص. احنا خلصنا الوقتي ازاي نعمل بدون تخطيط. طيب بعد ما خلصت خلصنا الاجتماع فبالتالي بضغط على ايه? على خلاص. خلصنا بتاعنا. انا الوقت عاوز اعمل حصة. عايز اعلن عن حصة في اي مدة بس الحصة ده هتكون بكرة. او هتكون النهاردة الساعة خمسة. المغرب. هعملها ازاي? طالما هشتغل على الحاجة مخططة. او لسه هتتعمل مش هتتعمل دلوقتي. يبقى هدخل على ايقونة اسمها ايه? اسكادول. هدخل على ايقونة اسمها اسكادول. اول ما بادغط على اسكادول. اه جاب لي الحاجات دي. ايه الحاجات دي. هنا هيكون اللي هو عامل زي الطبق. اللي هو اسم الاجتماع وليكن اجتماع اسرة مدرسة المدرسة. اجتماع اسرة المدرسة. اضغط على ابتالي. اجتماع اسرة المدرسة. طيب طلعت منه. طيب ايه اللي بعد كده? بيقول الديت. انت عاوز تعمل الاجتماع ده يوم ايه? وليكن احنا النهاردة اربعتاشر. انا خلي الاجتماع ده يوم خمستاشر. خمستاشر ديسمبر. النهاردة تلاتاشر هخلي الاجتماع ده هو يوم خمستاشر. انا عامل يعني الاجتماع انا هعلن على الاجتماع النهاردة اليوم تلاتشر الساعة في الوقت الساعة حاليا حداشر العشرة. مساء. فبالتالي انا عاوز الاجتماع ده يبقى يوم خمستاشر في عامل خمستاشر ديسمبر وامرها ضغط على اضغط على الزائد عشان ازود او الناس عشان نقص الساعة يقل اليوم قضي وبعدين اضغط على كلمة طيب انا ضغط على كلمة هو انت حضرتك عاوز تبدأ الاجتماع من الساعة كام انا هضغط يبقى اليوم بقى يوم خمس يبقى انا عندي خلاص انا هعمل اجتماع الساعة خمستاشر اجتماع ديوم خمستاشر الساعة كام انا هضغط على الساعة داشر بدل الساعة داشر انا اخلي الساعة مثلا الساعة سبعة سبع ونص هونه زي ما انا عايز انا اخلي الساعة سبعة ونص او الساع سبعة وبعد كده اهام راح ضغط على مين سبعة مساء خد بالك grief وصبح بعد نضغط على ست يبقى هنا اوكي Social будете ب Minnesota بازك باللهنهاز زوم بيدنا اربعون دقيقة في حالة لو العدد زاد عن مين? عن ثلاثة. يعني بيدنا مثلا بس الاجتماع اربعين دقيقة في حالة لو زاد لو العدد زاد عن ثلاثة افراد طب لو احنا اتنين بس اعود ساعة سعر مصشة عطيل ثلاثة زمان عيقص. انما لو العديد زاد عن ثلاثة فبالتالي اه المجاني آآ آآ الجزء المجاني في التطبيق بيديني بس اربعين. اربعين ديه. فبتالها امرايح عامل. اوكي. طيب احنا اخدنا انا هعمل طبعا من سبعة لتمانية. لسبعة خمسة واربعين. يعني تمانية الا الربع. وهو في الوقت ده هو بيكون راح يوم رايح ايه? يوم قافل. خلاص حددت وقت النهاية وبقى امراه دوت على على ست نفس الكلام. اوكي. طيب. هنا بيديني تايم زون. احنا تايم زون اللي هاجيين بتزاد اه اتنين. الريبيت. لو الاجتماع ده هيتكرر في نفس الوقت كل اسبوع. هضغط عليها. اقول له ماس افري داي ولا افري يوكي. الاجتماع ده في نفس اليوم هيتكرر كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل اسبوعان. فبالتالي انا بعملها نام. طبعا مش هيتكرر. هنا بيقول لي ايه? انت عاوز تستعمل. الاي دي بتاعك. يعني الناس هتدخل بالاي دي. ولا انا خلاص هبعط لهم رابط. والله لو انا هبعط لهم اي دي. انا عاوز الناس ما تدخلش اللي ما اعمل ادمت اللي ما ازل لهم. اي يبقى يا كده مفعل. لأ انا عاوز الناس تدخل اه في اسناء الاجتماع. ان لو اجتماع من سبعة اتنين لاروبا لو حد جاء لساعة سبعة دخل طبعا. حد جاء لسبعة عشرة سبعة اوروبا هيدخل الاجتماع دي جدا ما فيش اي مشكلة. طيب. اه نيجي على الميتنج اوبشن. الميتنج اوبشن. يبقى احنا خلاص. الميتنج اوبشن. نجل الهوست فيديو اون. يعني بقول لك ان الهوست فيديو اه شغل فيديو. اي شغل فيديو اقول له اي برضو. انا عاوز المشاكين يشغلو. نضغط على ادفانس اوبشن. اللو جوين بفور هوست يعني الناس تدخل الاجتماع قبل الهوست. طبعا بقول له لا. لو انا عاوز الميتنج تتسجل. بعمل لها عملية تسجيل. بعمل لها عملية ايه? تسجيل دي الاعدادات المهمة اللي احنا بدي عملها. بقى لما خلاص بقى معامل ايه? بقى معامل done. مجرد ما عملت done ايه اللي بيتم? هنا بيجيب لي الرسالة بيقول لي انت ايه الكلام ده هوت. هتبعته اللي انت احنا طبعا احنا انا مسجل على الزوم بالبرد الالكتروني بتاع الجيميل. فهنا عاوز بيبعت رسالة يبعت الاجتماع للناس اللي على الجيميل. فانا بعمل ايه ديت? ما تهمين ايش خالص. لان كده كنا انا هبعت الرابط. الرابط على الواتساب مسلا. فهضغط على التلاث نقات دولة. وهم راح عامل ايه? تجاهل. يبقى هنا قل الاجتماع يوم الثلاث. خمسة شهر دسمبر. الساعة سبعة. التوبك اسمو اجتماع اسرة المدرسة الميتنج ايضا هوت. والدوريشن هيوض خمسة واربعين ديئة. والباس كود في تمانية ام. بس طبع الكلام ده بيزهر لي. يعني لو ان دخلت بالاي دي لازم اكتب مين? الباس كود. انما لو ادت لك الرابط مش هتحتاج تدخل بالباس كود. ساعة الاجتماع انا كواصل وعمرها ضبط على ايه? على ستارت يعني ممكن ادخل قبل الاجتماع مسلا بخمس دايب وعمل ستارت. واستنى اللي يدخل الساعة سبعة. طيب هعمل اه هنا. هارجع. عشان يطلع لي على الشاشة الرأسية بتاع الزوم. طب انا عاوز اشوف. الميتنج اللي انا عملتها انا ايه المواد اللي عندي? هضغط على بص بقى تحت. ميت وشات على حاجة اسماء ايه ميتنج. اضغط على ميتنج. اه اللي خد بالك انت عندك اجتماع اسم اجتماع اولية الامور وعندك اجتماع اه اجتماع اسرة المدرسة يعني اجتماع اولية الامور واجتماع مبادرة مدرسة ده كان النهاردة خلاص today. today في اليوم اللي انا عملته. اللي هو كان يوم تلتاشر. طيب وما لقيت tomorrow. tomorrow اللي المفروض احنا الوقت الساعة 18 tomorrow اللي يعني هيبقى من بعد ساعة اتناشر فبالتالي اخد بالك انت عندك اجتماع مبادرة مدرسة مدرسة بالقس ساعة سبعة يعني الساعة سبعة الخمسة يكون نعمل استرط للاجتماع طيب وعندك يوم الثلاث اللي هو خمساشر ديسمبر عندك اجتماع أسرة المدرسة الساعة سبعة اللي احنا لسه عاملين اجتماع في الوقت الحال وبكده نكون اخدنا كل شيء تقريبا عن تطبيق زوم بشكل مبسط وبشكل شامل وبشكل مختلف اسمنا شرحنا لجزئين ازاي امتى اكون انا القائم او المخاضر في التطبيق وازاي اكون احد الحضور في التطبيق اتمنى نكون استفادنا من الوشرة التدريبية وطلعنا بنتائج كويسة جدا من الوشرة التدريبية شكرا جزيلا كان معكم تامر مجد المرشيدي معلم اول حسب شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا